إذن خلونا الآن نبتدأ بالتعريف ما هو الابتكار وننطلق بعد ذلك نشوف ما هي دوافع الابتكار الابتكار هو تعريف بسيط هو ساعي المؤسسات والأفراد الدائم والحثيث لتقديم ما هو جيد خدمات جديدة منتجات جديدة استحداث عمليات جديدة ترفع بخدمة الخدمات بتقدمها المؤسسة ترفع من جودة الحياة فأي شيء جديد بنقدمه نعتبره ابتكار لازم يكون الابتكار مبني على عوامل معينة لازم يكون الابتكار مبني على استخدام التكنولوجيا أو استخدام لفكر جديد أو أنه نحاول نحل مشكلة بطريقة مختلفة جديدة فالابتكار هو الساعي الدائم والحثيث لتقديم خدمات ومنتجات جديدة سواء كنا مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة فلنسأل نفسنا لذلك نبتكر لماذا نقدم ما هو جديد؟ لماذا نطور ما هو العمل الحالي؟ الابتكار نحن نتكلم دائماً من أول حاجة أم الاختراع والابتكار دائماً مدفوع بمتغيرات معينة الابتكار لا يأتي من فراغ الابتكار يأتي من متغيرات معينة تغيرت أمور معينة في حياتنا صار في تكنولوجيا جديدة صار في تغيرات ديمغرافية صار في تغيرات اجتماعية ودفعتنا إلى الابتكار والتفكير بشكل جديد لحل مشاكل جديدة صدرت أو لمواجهة فرص معينة واستغلالها فخلونا نفكر ببعض المتغيرات اللي حصلت في حياتنا في السنوات العشرة الماضية التغيير طبيعة الحياة التغيير بحياتنا طبيعة الحياة في الألف سنة الماضية حصلت متغيرات كثيرة بحياتنا مررنا بالثورة الصناعية والثورة التقنية حصلت متغيرات كثيرة في حياتنا في ألف عام في الخمسين سنة الماضية حصلت تغيرات في حياتنا كبشر تعادل ما تغير في ألف عام والدراسات كلها تشير أنه سرعة التغيير في آخر خمسين عام كانت سريعة جداً تعادل سرعة التغيير اللي حصلت في ألف عام فكروا بنفسكم أنتوا قبل خمسين سنة ولا قبل عشرين سنة ولا قبل ثلاثين سنة كيف كانت حياتنا كيف كان التلفزيون نغيره بالريموت كنترول وحياناً قبل الريموت كنترول قلنا نروح للتلفزيون نضطر نغير القانالات تذكروا أياماً كنا نكتب رسائل قبل عشرين سنة كنا نكتب رسائل ونضعها في البريد حتى تصل رسالة معينة لشخص معين قبل عصر الإنترنت وقبل عصر المتغيرات كلها فكروا بكيف كنا نستخدم المعاملات الحكومية وكيف كانت الطوابير والدفع والدفع المعاملات المحكومية وغيرها تخيلوا التغيير اللي حصل بآخر عشر سنوات لما صارت الرسائل النصية القصيرة لما صارت التلفزيونات في عندنا نحضر آلاف قنوات تلفزيونية مجانية لما صار النقل منخفض التكلفة صناعة الطيران زادت الاتصال اللي حصل في هذا العالم والعولمة الانفتاح الشديد اللي حصل في هذا العالم في آخر عشر سنوات مررنا بتغييرات سريعة ومتسارعة جدا خلونا نفكر مع بعض الآن ونتحدث فيها بمنتدى النقاش ولمنتدى الحوار في هذا المصاق على نتناقش ما هي المتغيرات المستقبلية هل هي تكون متغيرات سياسية هتغير من ألية العمل وقالية تعامل الدول مع بعضها هل هي متغيرات اقتصادية هتغير من أنظمة العمل والبيع والشراء الإلكتروني والإي كوميرس والشراء عبر الحدود هل هي متغيرات اجتماعية لها علاقة بعدد نمو السكان وعدد الشباب اللي موجودين في دولنا العربية من أكبر نسب شباب في العالم في الدول العربية موجودة هل هي متغيرات تقنية وهي تكنولوجيا المعلومات الهاتف المحمول اليوم الهاتف الذكي اللي موجود في جيوبنا أقوى من أقوى كومبيوتر كان موجود في أمريكا لما أطلقوا أول مكوك للقمر في السبعينيات تخيروا هذا الهاتف فيه قوة حاسوبية بنفس قوة هذا الكمبيوتر تخيروا بعد عشر سنوات شو سيكون قوة هذا الهاتف تخيروا ما سيأتي في المستقبل حانا تكلم على كل ما سيأتي في المستقبل هذه الدوافع هذه التغيرات اللي اللي عم تحصل هذه التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية هذا عالم عم بيتغير حولنا بشكل سريع عالم عم بدور لما كل هاي المتغيرات تجتمع وتصبح جزء من حياتنا اليومية واللي هي أصبحت الآن وسرعتها تزيد عن الخمسين سنة الماضية مع أنه خمسين سنة الماضية كانت من أسرع تغيرات في العالم تخيروا ما تكون مجموعة كلها مع بعض مع هذه السرعة الرهيبة لابد من أن نبتكر في آليات حياتنا في آليات إدارة مؤسساتنا في آليات إدارة حكوماتنا لأن هذا الضغط لا يمكن نتعامل معه بالأساليب القديمة سنذكر بهذه الجملة مرات كثيرة لا يمكن التعامل مع التحديات الحديثة بالآليات القديمة ومن يواجه التحديات الحديثة بالآليات القديمة فسيكون مصيره الفشل وسنتكلم عن جملة أيضا سنعيدها كثير في هذا المصاق الابتكار أم الاندثار وحنرجع لهذه الجملة في الأجزاء الأخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة